مع انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان وانتظار بدء جلساته الأسبوع المقبل لا تزاد الكتل السياسية غير متفقة على ترشح أسماء لأربع وزارات تدار بالوكالة حتى الآن على الرغم من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها القوى السياسية مؤخرا مسؤول سياسي مطلق قال إن مجريات الحوارات بشأن استكمال التشكلة الحكومية يسيطر عليها الجمود بشكل عام وإن اللقاء الموسع الذي دعا له رئيس الجمهورية برهم صالح لم يضي إلى نتيجة بل استدم بتقاطعات جديدة وتمسك كل طرف بموقفه الخلاف الأكثر تعقيدا يدور حول حقيبة الداخلية بين تحالفي الفتح وسائرون الذين يجريان حوارات منذ أسابيع دون أن ينجحا في تجاوز الأزمة لا سيما بعد إعلان رئيس هيئة ميليشيات الحجد فالح الفياض في تصريح المتلفز تمسكه بحقيبة الداخلية الكتل السنية بدورها لم تحسم مرشحيها لحقيبتي الدفاع والتربية بينما أصدر القضاء قرارا بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسب دعوة قضائية مقدمة من فيصل الجربة الذي اعترض على جلسة رفض ترشيحه على اعتبار أن أصوات الرافضين لم تكن قانونية وإنما أحصيت بالعين المجردة القوى الكردية هي الأخرى لم تحسم مرشحها لوزارة العدل حيث يحاول كل من الحزبين الرئيسين الديمقراط الكردستاني والاتحاد الوطني التفاوض منفردا مع بغداد للحصول على المنصب النايب عن كتلة النصر فلاح الخفاجي قال أن اجتماعات الفترة الماضية لم تخرج بأي نتائج وبالتالي لا يوجد أي حسب لمرشح الداخلية بينما يصر التحالف سائرون على تمرير مرشحي الحقائب الوزارية الأربع بحزمة واحدة الأمر الذي يعني بالضرورة تأخر الحسم وبالتالي فإن الصراع حول تلك الحقائب سيطغى على جلسات البرلمان المقبلة وسيؤخر إقرار قوانين مهمة وهو ما يكشف بشكل فاضح تغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية ومصالح الشعب المبتلى بهذه الأحزاب